مرحبا، أقدم لكم نشرة أخبار ألمانيا ليوم الجمعة التاسع من شهر يونيو حزيران 2023 لاجئ سوري يطعن أربعة أطفال قام صباح يوم الخميس سوري يبلغ من العمر 32 عاماً بطعن أربعة أطفال وشخص مسن في حديقة عامة بمدينة أنسي بفرنسا بينهم طفل ألماني حياة الشخص البالغ واثنين من الأطفال في خطر تتراوح أعمار الأطفال بين 22 شهراً وثلاث سنوات منفذ الهجوم المدعو عبد المسيح كان قد تقدم بطلب لجوء في فرنسا في نوفمبر الماضي وذكر أنه مسيحي من سوريا مع العلم أنه عاش في السويد لمدة عشر سنوات حيث تم الاعتراف به كلاجئ هناك ولكنه لم يحصل على جنسيتها لذلك غادرها وكان يعيش في كنيسة قبل أربعة أشهر ولديه زوجة وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات أظهرت الفيديوهات مشاهد فضيعة كيف يطعن الجاني الضحايا مراراً في عربات الأطفال وعندما وصلت الشرطة أطلقت النار على ساقيه لتحييده ثم اعتقلته لا تزال خلفية هذا الفعل الدموي غير واضحة ولا يزال يجري التحقق لتوضيح ما إذا كان الهجوم إرهابياً لكن المدعي العام لا يرى حتى الآن أي دافع إرهابي ألمانيا ستساعد الهند في بناء ستغواصات تبحث نيو ديلهي عن شريك لإنتاج ستغواصات في الهند والمنافسة محصورة بين ألمانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية ولكن الاختيار وقع في النهاية على ألمانيا التي وقعت مع الهند على مشروع بناء الغواصات أثناء الزيارة لوزير الدفاع الألماني بوغيس بيستوغيوس لمومبي وتقدر الصفقة بحوالي خمسة مليارات يورو بالتعاون مع شركة بناء الغواصات والمدمرات الألمانية مازاجون دوك شيب بيلدرز ويعتبر هذا المشروع خطوة أولى لتعاون عسكر أعمق بين ألمانيا والهند قرار تاريخي سيغير وجه أوروبا في اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسنبورغ وبعد ساعات من المفاوضات صوتت أغلبية الدول الأعضاء ومن ضمنها ألمانيا على قرار تاريخي يقضي بتشديد نظام اللجوء الأوروبي حيث سيتم اتباع نهج صارم جدا في التعامل مع المهاجرين الذين ليس لديهم احتمالات للبقاء كما يتعين على الأشخاص الذين يصلون من دول تعتبر آمنة المكوث في مرافق استقبال أشبه بالسجون تخضع لرقابة صارمة ثم يتم التحقق في غضون 12 أسبوعا ما إذا كان لدى مقدمي الطلب فرصة للجوء إذا لم يكن كذلك فيجب إعادتهم على الفور وإذا تم القبول سيكون هناك توزيع للاجئين داخل الاتحاد الأوروبي كان معكم في التقديم مادلين وفي إعداد وإخراج النشر إلهان بوزان شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم